أخوكم براهم العسيري من الزهر والله لا أبو يتاجر والله لا أم يتاجر والله لا جدي لا أحد كلهم ما يحبون شيء اسمه بزنس كلهم يخافون من حاجة اسمها خسارة الله عطاني شيء وعطاكم كلكم حاجات أنتم ممكن ما تحسون فيها ولا تستشعرونها إلا إذا سعيتوا علشانها وتروا ما هي مخصصة في جانب بزنس أو تجارة الله عطاني شيء أنتم ممكن تتمنونه والله عطاكم كلكم حاجات أنا أتمناها عشان أقدر أسوي منها شيء أو أصنع منها مستحيل فهذا الشيء لازم يكون داخليا فيك وقناعة داخلية عشان أنت تقدر تبدع في أي شيء أنت تهدف له في حياتك ثلاث مراحل فشل في التجارة الرابع وهو كان الأخير والمفصل لي قبل ثلاث سنوات كان في شيء جديد عندنا في السوق السعودي هو قديم بره لكنه جديد عندنا اسمه فرانشايز وكالات وامتياز تجاري أنت ممكن تشوف براند ممتاز وناجح وفيه مبيعات وفيه تسويق تروح تفاوضهم على أنه أنت تستلم العلامة التجارية هذه وتأخذها وتفتح في المنطقة التي أنت تبقى باشتراطات معينة و بعقود معينة إبراهيم العسيري نفس النظام شفت في براند كنافة مشهور طرف السعودية مرة مشهور أعجبني وأعجبني الحالة عندهم وأعجبني شغلهم والتسويق والدعاية والإعلان فكنت يا أخي ليش ما أكلمهم وأخذ من عندهم امتهاز تجاري وأفتح أحسن من أني أنا أفتح بدون أي خلفية تجارية في مجال الحالة وأخسر ليه؟ لأن عندي ثلاث تجارب قبل أفاشر فما أنا مستعد أن أخسر كمان توصلت مع الشركة هذه ما كانت سعودية كانت شركة من الكويت السلام عليكم عليكم السلام يعطيكم العافية أنا حاب أخذ من عندكم امتياز تجاري وأفتح في المنطقة الجغرافية المعينة وحاب أشوف إشتراطاتكم إيش أنتوا تبغون إيش ما تبغون قالوا أول شيء أول حاجة قيمة الاسم بس تخيلوا قيمة الاسم أربعمائة ألف ريال قلت أوكي قالوا الحاجة الثانية تكلفة الفرع حولة ثمانمائة ألف محل كنافة ثمانمائة ألف إيش بسوي أنا؟ بوزع على المملكة قلت طيب قالوا يوبعدين راح نأخذ من عندك نسبة شهرية 15% ترى نسبة شهرية 15% لما يكون مدخولك 200 ألف ريال ترى مبلغة عالية مبلغة عالية عليش؟ عشان اسمه عشان منتجات قلت طيب مين مشكلة؟ أنا إلى الآن تمام ما عندي مشكلة أنا أدفع بس عشان ما أخسر وأرجع نفس الأغلاط اللي أنا غلطت فيها قبل خليني أخذ نجاح غيري اللي هما نجحوا فيه أنا أخذه جاهز وبرده مبرده قصيت تيكت وطلعت على وين؟ على الكويت سلام عليكم وعليكم السلام مقر الشركة دخلت عندهم كيف حالكم يعطيكم العافية شافني مدير الشركة اللي جايز يتواصل معها في الجوال يحسب أنه عمري 95 95 لأنني أنا نظام شياب فيوم شافني على الأرض الواقع قال أنت العسيل قلت إيوه قال لا إله حق لا إله إلا الله جلست أنا وياه على الكرسي قال لي ممكن أسألك سؤال؟ قلت تفضل قال لي كم عمرك؟ فقلت له عمري 21 سنة قال لي ما شاء الله تبارك الله وحبت أخذ فرانشايز وعمرك 21 سنة قلت وفيني المشكلة يعني كل الاشتراطات اللي أنتو طلبتوها مني تتجاوز مبلغ 900 ألف ريال إن شاء الله أني قادر عليها إيوه تبغى مني شيء ذاين قال لا إحنا عندنا في سياسة الشركة إنه إحنا ما نعطي لعمر معين ومدل كيف المهم زحلقني إنه هو ما يبغى يعطيني قلت له صديقي أنت تستطيع أنك تضيف في العقد بند واحد يحق لك في سحب العلامة التجارية في أي لحظة تشعر فيها أنا ممكن قاعد أخسر البران فهذا شيء ممكن يضمن لك حقك ولا لا يضمن لك حقك فإيش لو دخل صلاة ما قال لا والله إحنا نعتذر منك ويعني لو هذا الغلط إن شاء الله أنه ما راح يتكرر مع العملاء القادمين راح نطلب منهم أعمارهم قبل ما يتكلمون معنا في موضوعية الامتياز التجاري وموضيهتنا نعطيهم مكالة أو فرانجواز حاولت فيه عدل بدل يا آدمي إيش تبغون إيش يرضيكم أرفعوا النسبة أنا أشاريهم أنا أبغاهم حرفيا لأنه براندي استاهل قال لي والله إنا نعتذر منك ولو درى مدير الشركة أن الموضوع هذا ممكن يحاسبين كنت خاص ما حبيتني أكثر أكثر يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر